مخطوطات القديمة وخليني أراجع المخطوطات الأصلية بالمخطوطات بحسب القرن اللي الناس كانت عايشة فيه بالمبادئ اللي كانت الناس عايشة فيه في هذاك الوقت فبتلاقي فيه صعوبة أما المسيحية فهي مؤسسة على حقائق تاريخية ومش بس هيك على إعلانات الله في الكتاب المقدس طبعا الكتاب المقدس بصير بتسلسل وتناصق وتناغم تام وانسجام كامل فالكتاب المقدس من العهد القديم إلى العهد الجديد هي رسالة واحدة في تسلسل حتى في الظروف التاريخية مع أنه أكتر من أربعين كاتب بوحي من الروح القدس على عصور وأزمان وأوقات مختلفة في قارات مختلفة على مدار ألف وستمائة سنة فبتشوف سفر التكوين بيتكلم عن سفر البدايات بيتكلم كيف العائلة ابتدت وسفر الرؤية بيتكلم عن سفر النهايات وبتقرأ في العهد القديم والكتاب المقدس مش أقل من ألفين نبوة ومعظم هذه النبوات تمت يعني لدرجة تتخيل أن الأنبياء عم بيتنبأوا وكأن الأحداث عم بتصير أمامهم اتنبأوا عن شعوب عن ممالك عن حضرات عن ملوك عن حكام اتنبأوا عن المستقبل اتنبأوا عن مجيء المسيح والعجيب أن هذه النبوات تمت بحذفيرها بتتميم كامل فهذا اندل على شيء الله هو إله حي هو إله التاريخ وأن كل التاريخ بيتمحور حول أهم موضوع هو موضوع الفداء حول أهم شخصية هي شخصية الرب يسوع المسيح له كل المجد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر